في خطوة هي الأبرز في سلسلة خطوات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نخلط القوات الأمريكية قاعدة باكرم الجوية والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية لها في أفغانستان هذه القاعدة التي طالما مثلت رمزا من رموز الوجود الأمريكي في أفغانستان والتي يمثل الانسحاب الأمريكي منها خطوة تمهد الطريق أمام سحب جميع القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب استمرت عقدين وتشير تقارير دولية إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة خاصة وأن الجيش استخدم هذه القاعدة مرارا في تنسيق ضرباته الجوية ودعمه اللوجستي خلال فترة الصراعات المشتعلة في أفغانستان وهو ما يضفي رمزية واضحة على هذه الخطوة وتأكيدا على الجدية الأمريكية في الانسحاب من أفغانستان قرار الانسحاب تلاه بعض التقديرات التي تشير إلى انسحاب غالبية القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الرابع من يوليو مع بقاء قوة عسكرية لحماية مقر السفارة وبعض المصالح الأمريكية بالبلاد ومقابل هذه الخطوة عهد الطالبان التي تمثل القوة العسكرية البارزة على الأرض بمنعية انشطة إرهابية دولية تنطلق من الأراضي الأفغانية في الوقت الذي تواصل الحركة سيطرتها على المزيد من المناطق وتراجع القوات الحكومية ترجمة نانسي قنقر